أكد وكيل محافظة عدن صلاح العاقل دعم قيادة سلطة المحلية بمحافظة عدن لقطاع المرأة ودورها السياسي والاجتماعي والتعليمي بشيرا إلى أن المرأة لها دور أساسي محرك لديمومة النشاطات السياسية والاقتصادية باعتبارها الرائدة في كل المجالات متمنيا أن يتم تمثيل المرأة في كل المحافل الدولية ودائرة صنع القرار السياسي في الوطن خلال الفترة القادمة لحاجة الوطن لدورها في المناصب القيادية جاء ذلك خلال حفل تدشين حملة 16 يوما العالمية لمناخضة العنف ضد النساء الذي أقامه تكتل النساء السياسيات الحزبيات بنعم من المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار من حق المشاركة من جانبها أشارت ممثلة تكتل النساء الحزبيات وفاء السيد إلى أن انطلاق حملة 16 يوما العالمية المناهضة للعنف ضد النساء هي رسالة واضحة لقيادات القرار السياسي بأنه لا مجال من التهرب في إعطاء العمل السياسي النسوي دوره الحقيقي والإيجابي في العمل الوطني ومناصرتها